قوة غير عادية ومشتاقة للمسحة أيضا مشتاقة أن يكون التعليم من اللي تطلقه ممسوح رفع اليد ممسوح التسبيح ممسوح الصلاة ممسوحة الإعلانات ممسوحة النبوءات تحدث ربي يعطينا الخدمة السرية أو يعطينا المكان السكرت اللي إلنا بالروح القدس كيف نتعامل معه كل هذه الأمور اليوم رح نتطرق إلى رح ناخد تقريبا ساعة أو ساعة ونص وبعد هذه الساعة ونص أو أقل من ساعة ونص رح نصلي شوي حتى الناس اللي لسه مختبروا قوة المسحة وقوة الحضور الإلهي على حياتهم بشكل غير عادي ممكن يختبروها هذا اليوم ويتحرك وينطلق بقوة غير عادية خليت بعض العناوين هل اختبرت قوة المسحة على حياتك لو أنت مختبرت قوة المسحة أو مختبرت قوة عمل الروح القدس اللي هو أساسي في حياتك اليوم رح تتعلم ما معنى أنك تختبر قوة المسحة ورح تختبر معنى الفرق بين أنك تمتلق بالروح القدس وأن تمسح بالروح القدس هذا هام جدا لأن بعض الأوقات نحن تشبك علينا بين الامتلاء وبين الموهبة وبين المسحة فالتعليم اليوم رح يكون من هذا النوع كيف تختبر كيف تتميز شو الفرق بين الروح القدس اللي أنت تختبره بميلاد الثاني أو اللي أنت تمتلق فيه وبين المسحة اللي هي جزء كام جدا من عمل الروح القدس لكن الجزء المنظور خلنا نقول فيه جزء تعليمي فيه جزء نبوي فيه جزء تاخده جواتك لكن فيه جزء آخر هو منظور هو ملموس هو تحس فيه هو يظهر أمامك هو تشعر بجسدك بوجوده هل القشعريرة في وقت التسبيح ولمس المشاعر والرفعة والبكة وهل هذا مسحة ولا امتلاء ولا شو هذا اللي بيحصل معي اليوم رح نتعلم دروس من هذا النوع السؤال الثاني اللي خليته هل أنت في أرض أرضك اللي أنت فيها كنيستك بيتك صلاتك هل أرضك ناشفة أو أرضك مروية المسحة بالروح القدس أنواع سأتحدث عنها بعد شوي عاملة زي المطار زي المطار فالأرض اللي مروية بالمطار المسحة أمطار المسحة تكون أرض مثمرة فالثمر يظهر بان شوفه بعيونك أما الأرض الناشفة رح تشوفها ناشفة رح تشوفها مشققة رح تشوفها تسلك أو تعيش أو تمشي بطريقة واحدة ما تتغير كأنك أنت بتدوس على أرض لكن أرض تحتك صلبة فرح تشوف اليوم أيضا ما الفرق بين المسحة بالأرض الناشفة والأرض القوية كيف تحصل على المسحة السرية هل في مسحة سرية للروح القدس ولا كل المسحة هي نفس المسحة آخر شي رح تكلم أو رح تكلم عن قوة المسحة وانتقال المسحة بين الأدساد كيف تنتقل المسحة من شخص ممسوح إلك هل في إعاقات في انتقال المسحة كيف تنتقل المسحة كيف يأخذ الرب المسحة أو كيف يأخذ الرب جزء من المسحة ويتحرك فيها على أشخاص آخرين يدرب الناس كيف يكونوا تحت تأثيرات المسحة بكل الأوقات آخر شي رح نتكلم عن النار التي يضرمها الرب في داخلك لا تحرق بل تنقي عارف آية رائعة جدا لما الرب تكلم عن الروح القدس أو تكلم عن الرب إلهك في عبرانيين قال الرب إلهك نار آكلة ولما الروح القدس انسكب على التلاميذ في يوم الخمسين كان على شكل لهيب ألسنة منقسمة من نهر وكان في إعلانات نبوية وكان في رسائل وكان في معموذية بالروح القدس طب المسحة المسحة شو وضعها هل هي أيضا نار آكلة شو علاقة المسحة بموهبة النبوة وشو علاقة المسحة بموهبة تمييز الأرواح أيضا هل في شراكة في العمل هل في قوة في العمل ولا ما في هذه القوة ونحتاج إلى قوة إضافية لكي تعمل المسحة من خلال أنا واثق وأنا بحكي معك الآن في ناس موسحة يعني مش عارف مين اللي موسح لكن أنا بصدق بالروح القدس الآن وأنا بتكلم في ناس الآن بتسمعني بدت المسحة تتحرك على حياتها بدأ مجرد هي بتسمع كلام عادي بس هذا الكلام الفرق فيه عن أي شيء آخر إنه كلام فيه مسحة ولما أنا بقول المسحة أنا بتكلم عن كلام يعمل تأثير في حياة الأشخاص فهذه البداية برحب الجميع باسم الرب يسوع بشكر الجميع اللي دخلوا معي واللي بيسمعوني اليوم واللي رح يعطوني وقت للصلاة من فضلك أيضا لو أمكن لو تقدر لو ما بيضرك إنك تعمل شير يكون أفضل حتى لما ندخل بالدرس ندخل بقوة ونفهم بقوة وروح القدس يكلمنا بقوة خلونا نصلي وأعمل شير لآخرين لأخواتك حتى يكون الدرس تعالوا نصلي باسم يسوع يا رب أنا بشكرك من كل القلب ببارك اسمك وبعظمك وبهدأ في محضرك يا رب لأنه في محضرك يوجد شبع وسرور يا رب أشكرك لأنك أنت يا رب الإله الذي تمسح أنت القدوس الذي تطلق المسحة أنت القدوس الذي تعمل في حياتنا بالمسحة أشكرك 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 وباركك وأعظم اسمك لأجل صلاحك لأجل نعمتك لأجل قوتك أشكرك يا رب اليوم يا أبي السماوي لأنه يدك ونفخد فمك يا رب تصل الآن لتعين وتخصص وتفرز وتعطي سلطان خاص جدا لأشخاص الآن يا رب بشوق حقيقي إلى مسحة نارية بالروح القدوس أصلي الآن يا رب القلوب تحترق بقوة الروح القدوس أصلي الآن يا رب المسحة تأتي على كل قلب الآن يا رب ناشف أو متحجر أو مشتاق للمسحة وتنسكب هذه المسحة على شكل أمطار على شكل زيت على شكل قوة على شكل إعلانات على شكل يا رب كلمات نبوية تخترق القلب والأفكار والداخل وتبتدي تعمل بقوة في اسم الرب يسوع امسح يا رب عملك اليوم في وسطنا امسح هذا البرنامج الآن يا رب أعطي مسحة غير عادي يا رب كل إنسان يسمعني الآن يا رب يستقبل مسحة باسم يسوع كل إنسان يسمعني الآن وإنما تكون في أي بلد تكون في أي لغة أنت تنطق بي الآن أنا بصلي لك الآن أنه مسحة القدوس مسحة الروح القدس مسحة الآب السماوي تتحرك على بكانك تتحرك على جسدك تتحرك وتنزل على رأسك تشعر بحرارة تشعر برعشة تشعر بأنه عظامك تجي قريبة من بعض البعض الآن تشعر الآن بالروح القدس هو يشفي مرضك تشعر الآن بالروح القدس ومسحة الروح القدس تكسر النير عنك ترفع الثقل عنك أنا مش بصلي فقط حتى أنت تستقبل هذه المسحة لكن أنا بصلي الآن حتى أنت تستقبل السمانة تستقبل الدسامة تستقبل نار الآن يا رب في اسم يسوع أطلق الآن نار يا رب أطلق الآن للشفاء .نار الحرية .لان يا رب تحامل مع كل قلب .مش مهم على شخص الذي يطلب .لكن ينتميك حتى تعطي وتعطي شفاء يا رب .انت تعطي حرية Аنت تعطي بركة الان يا رب باسم الرب يسوع .أشكرك يا رب . باسم يسوع .أ Peyolan اصلي اكل المريض .كل شخص مريض .كل شخص مريض .اكل شخص مريض .طلع يا رب ان كان مسيحي ان كان مسلم ان كان ديانته اي شي كان انا بصلي الان يا رب بالنعمة تيجي على بيوت الناس المرضى تيجي على حياتهم على تعبهم الان تلمس المرضى الان لو انت شخص غير مسيحي ومحتاج الى لمسة شفاء على حياتك الان فس ارفع ايدك احكي معي هذه الكلمات قول باسم الرب يسوع المسيح الناصري انا اؤمن انه ما زال يسوع يقدر ان يشفيني ويشفي بيتي ويشفي حياتي صدق هذا الكلام واعلنه بصوت مسموع الان وانت بتسمعني باسم يسوع المسيح الناصري هذه المسحة الان تدفق على كل انسان عم يسمعني الان كل شخص داخل معي الان باسم يسوع انظر الى هاي اليد باسم يسوع هذا الزيت اللي وطح في يدي الان باسم يسوع برسله الى حياتك بقوة اسم الرب يسوع الان شفاء من امراض حرية من قيود كسر لكل لعنات كسر لكل امراض كسر لكل اروح مضادة للمسيح الان في اسم الرب يسوع انا بعلن الان يا رب قوة غير عادية بالروح القدس تدفق الى كل بيت كل بيت بس صلي صلي الان وانت بتسمعني قبل ما ندخل بالدرس قل له يا رب انا ايناء يا رب جاهز انك تسكب في نعمتك اقول للشخص الان يعني موجود معنا قل له يسوع بيحبك يسوع مهتم فيك انت غالي على يسوع انت غالي على عنين الرب انت وجودك في المكان الان مش صدفة مش انك شفت اعلان ودخلت لا الرب على قلبه الان ان يلمسك ويلمس بيتك وحياتك ويعمل فيه حياتك ايات ومعجزات الان وترى مجد الرب وترى حضور وانت بتسمعني الان في قوة عم تتحرك على حياتك لو كان على حياتك سحر لو كان على حياتك عرافة صلي الان قول باسم يسوع انا بكسر كل سحر انا بكسر كل عرافة انا بكسر كل لعنة انا بكسر كل قيد وضع على حياتي صلي الان بصوت مسموع اعلن ايمانك قبل كل شيء اعلن انه كل خطيئة عملت بقصد او بدون قصد انا بقدم توبة انا بطلب يا رب دمك يغسلني الان اطلب الان الدم يسوع يجي على كل اماكن ضعفك ويغسل ويطهرك ويخليك مستعد اليوم ليس فقط ان تمسح لكن خليك مستعد اليوم تمتلئ بنيران جديدة الرب اليوم يعطيك سلام سلام الذي يفقه العقل صلي الان معي قل له يا رب املاني بهذا السلام الالهي وانت بتسمعني الان فيه شخص عم يسمعني رغم انك انت تحاول تكون فيه سلام لكنك لازلت انت مش فيه سلام لازلت انت عم بتصارع الان سلام الرب الذي يفوق كل عقل ينسك فيه قلبك فيه شخص عم يسمعني الان فيه حركة جواد بطنه هذه الحركة ناتجة من اعمال سحر اعمال سحر قوية المرض الموجود في بطنك هو ناتج من عمل سحر عن طريق الفام الان انت وبتسمعني انت وبتسمعني رح رح سيحصل عندك نوع من الترجيع ورح اتركك شوي حتى اعطي الدرس وبعدين رح نرجع نصلي اكثر لكن هذا السم اللي وضع في في اكلك السحر اللي وضع في اكلك الان في اسم الرب يسوع يغادر بالكامل يخرج من جسدك بالكامل يخرج من جسد زوجتك يخرج من جسد زوجك يخرج من جسد اولادك يطلع من حياتك بالكامل بسبب المسحة بسبب المسحة الان بسبب الروح القدس بسبب اطلاق الروح القدس على حياتك الان حرية من القيد اللي انت مقيد فيه والسحر اللي انت مقيد فيه والوجع اللي في بطنك الان يزول يزول بالكامل بقوة القيامة بقوة اسم يسوع بقوة اسم يسوع نيران الروح القدس الان تدخل الى الاحشاء الى الداخل الى البطن الان لتصنع شفاء حقيقي باسم يسوع شفاء حقيقي باسم يسوع شفاء حقيقي باسم يسوع شفاء حقيقي مش عارف الشخص مين لكن انا بعرفه متأكد انه اليوم الرب راح يدخل الى البطن الى القولون الى الامعاء الى الكلية الى كل مكان انتشب فيها يد العدو ووضعت فيها مخالب ابليس ورح يكسره الان ورح يتم تحريرك باسم الرب يسوع المسيح الناصري صلي الان اكثر وابتدي تعامل بالروح الان اكثر وابتدي استقبل بالروح اكثر الان في اسم الرب يسوع خلي الان الروح القدس اللي جواتك يعمل فيك اكثر اكثر حتى انت ايضا تستقبل هذه النعمة تستقبل هذا الحضور الالهي على حياتك وبيتك وقلبك وافكارك وتبتدي تتحرك بفكر جديد فكر سماوي فكر للروح القدس ياخدك بعيد عن اللي انت فيه في اسم يسوع المسيح الناصري بصلي يا رب الان تسكب بركة تسكب نعمة 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 الان يهرب تسكب نعمة تسكب نعمة يهرب على كل كل انسان عم يسمعني تسكب نعمة يهرب على كل انسان عم يسمعني الان حقيقة انا بعض الاوقات ما بقدر اتواصل كثير باللي انتو بتكتبوه لانه عم تجيني رسائل وانا ما بدي افتح هاي الرسائل الان لكن اصلي انو الرب يعني من فضلكم انتو اعملوا شير لغاية ما انا ادخل اي اسم انتو محتاجين انو يدخل معنا لانو الاسماء ما بتدخل بسرعة وصعب اني انا ام بحكي لايف وادخل اسماء لاشخاص عمين باسم يسوع باسم يسوع الناصري الليلويا مجدن للرب مجدن للرب مش عارف انا ادخلت اسم هو صح او غلط لكن بصلي انو يكون صح امين تعالوا ندخل بالدرس اول شي بدنا نتكلم عن المسحة خلونا ناخد اي او ايتين ونفهم الفرق بين المسحة العامة وما هي المسحة اولا والمسحة العامة والمسحة الخاصة ما هي المسحة وما هو عمل المسحة وكيف تعمل المسحة في حياة الناس المسحة معناتها ببساطة بدون تعريفات طويلة عريضة هي قوة اظهار عمل الروح القدس في حياة المؤمن هي قوة اظهار يعني اتكلم اظهار يعني شيء ظاهري شيء انت تشوفه شيء انت ملموس المسحة مش موضوع مادة ولا موضوع افكار انا بفكر اني انا ممسوح ولا لما اقول انا ممسوح بقى انا ممسوح ولا هي شوية زيت اسكبه عليك ولا هي اي سائل اخر لا المسحة هي قوة اظهار عمل الروح القدس في حياة المؤمن بمعنى اخر هي السلطان الممنوح للمؤمن من قبل الراب بمعنى اخر هي التفويض الالهي لعمل ايات ومعجزات تظهر بوضوح في حياة الانسان ومن حوله وفي العبادة هل هناك للمسحة علامات اكيد في علامات هذه العلامات واضحة وجهلية لكن شوي شوي دعونا ندخل في مسحة عامة هذه المسحة العامة لما تجعل الكل الكنيسة وقت التسبيح مثلا هاي مسحة عامة رب يعطي مسحة للتسبيح مش مشاعر مشاعر هي جزء ايضا من عمل المسحة مشاعر مقدسة للراب ممكن تفرح ممكن تبكي ممكن ترفع ايدك ممكن توعى على الارض ممكن يحصل عليك اي اجراءات هذه سميها مسحة عامة هذه مسحة تطلق على مجموعة قوة من الاعالي قوة من السماء عمل من السماء يطلق الروح القدس زي المطر كتاب حكى عن المطر قال المطر يجي على الاخيار والاشرار يجي على الصالحين والطالحين نفس الشيء المسحة بحياة المؤمن هي زي المطر بس مطر بشكل عام فلما انت تكون فيه كنيسة ممسوحة تلاقي علامات ظاهرية لقوة الله تبع على كلامي انا بأكد علامات ظاهرية مش علامات مخفية مش مجرد رعشة مش مجرد واحد وقع لا علامات ظاهرية المسحة تختص بشكل خاص جدا في الكرازة في التعليم وفي اخراج الشياطين وفي شفاء المرضى هذه الاربع اشياء خاصة بالمسحة خاصة بعمل الروح القدس طب شو الفرق بين الروح القدس والمسحة الروح القدس يملأك يأخذ مما للآب ويعطيك يأخذ مما ليسوع ويعلمك يعطيك تعليم من الكلمة المسحة هي التطبيق هي الحالة العملية اللي تخليك تقرأ ما بين السطور يعني بعض الاوقات يجي شخص يحكي لي يقول لي اللي انت بتعلم فيه من اسماء من امور وش موجودة في الكتاب المقدس لا المنطق العام موجود بس المسحة تعطيك التفاصيل المسحة تعطيك الاسماء يعني مثلا لما نيجي تصلي ونطلع شياطين او نخلط شياطين بعض الاخوة يجي قلي انت ليش تتكلم مع الارواح الشريرة وانت ليه بتعمل وليه بتعمل وليه بتعمل طب هذي الاسماء من وين بتجيبها مش انا اللي بجيبها اللي بيجيبها اللي بيكشفها اللي بيخلي عليها الضوء اللي بيخلي عليها المطرقة اللي بيخلي عليها النهار هو مسحة الروح القدس لما تيجي انت في مكان وانت ممسوح مباشرة المسحة تتحد مع روح النبوة وتتحد مع روح تمييز الارواح هما الاتلاثة يشتغلون تحت خيمة اسمه الروح القدس تحت قوة الروح القدس فتشوف نفسك انت علامة امتلاءة بالروح القدس جزء من علامة امتلاءة بالروح القدس انك ممسوح جزء من علامة امتلاءة بالروح القدس انك تاخذ اعلانات ما ياخد الاخرين جزء من امتلاءة بالروح القدس انه الرب يعطيك نبوة هذه النبوة انت ما تعرف ولا شي ولا الشخص شايفه ولا الشخص اليك علاقة فيه لكن تتنبأ على حياة هذا الشخص من خلال العمل الروح القدس الكامل ومن خلال موهبة المسحة ومن خلال قوة الروح التنييز تطلع النتيجة انك انت تقدر تقف وتمارس خدمتك بنشاط اذا اول شيء خليه امامك اول شيء في مسحة عامة رب يطلق هاي المسحة لكل مؤمن فتشوف كل مؤمن يقدر مثلا يصلي بالكنيسة مثلا قال لو في مريض يجي الكنيسة ويدعو الشيوخ الكنيسة ويمسحوه بزيت وباسم الرب يشفى هاي مسحة عامة مش القوة بالشيوخ ولا القوة بالزيت بس هو بيحكي انه هذه الكنيسة فيها مسحة عامة اسمها مسحة شفاء فبعض الاوقات تلاقي مثلا بالتزبيح او بالصلاة او بعمل معين واحد يجي يكتب يقول انا تلامست مع الروح القدس انا انا حصل معي هيك انا حصل معي شفاء يعطي اختبار معين فتلاقي الكل يفرح له لان هذا الموضوع عام مسحة عامة لكن المسحة الخاصة السكرت السكرت المسحة اللي يعطيها الروح القدس او يعطيها القدوس هذه السكرت هذا يختار واحد من وسط مجموعة المؤمنين اللي اتمسحوا مسحة عامة وهذا الواحد ياخده يعطيه سلطان يعطيه زيت يعطيه كلام يعطيه نعمة يعطيه قوة مميزة عن الباقين ويبتد يستخدمه في جزئية هامة جدا اللي هي الكرازة اللي هي الشفاء اللي هي اخراج الشياطين اللي هي التبشير يعطيه شيء خاص فتلاقي هذا ممسوح لعمل معين ورح نشوف كثير ايات بتحكي بنفس المنطق اذا لازم اميز مش بس اكتفي باني انا اطلب الروح القدس او اقبل يسوع مخلص ويسكن في جزء من جسدي الروح القدس لا احتاج الى اظهارات قوة عمل الروح القدس هذا يفرق عن المواهب المواهب تظهر امامي المواهب الصوت مثلا او مواهب القوة مثلا في اعلانات خارجية في مثلا التكلم بألسنة بس التكلم بألسنة انا مش فاهم الا في وجود مترجم المسحة شو تعمل المسحة تعطيك ترجمة للألسنة المسحة هي الاكتف المسحة هي الاظهار هي الجانب العملي من قوة الروح القدس هي الجانب العملي هي الجانب القوي هي المطرقة هي الادات اللي يستخدم الروح القدس حتى يحقق او يوصل للهدف اللي على قلب الرب انه يعمل فتقف تصلي تقول باسم يسوع انا اطلب نيران الروح القدس هذا الطلبة هي الجانب النظري هي الجانب الكلامي الجانب العملي الشياطين اللي انت بتطلب عليه نار الروح القدس حتى يحترقوا يبدو يصرخوا هذه المسحة هذا الجانب العملي من المسحة فنتائج عمل المسحة قوي جدا لما تكون انت مليان بالحضور الالهي ومليان بالمجد خلونا ناخد بعض الايات فهمنا نفرق الان الروح القدس يعطيك مال الاب يأخذ من مالي ويعطيك الروح القدس يقودك يقل لك روح يمين روح يسار المسحة هي القوة اللي انت تتحرك فيها يمين ويسار هذا واضح جدا واحد يوحنى عشرين حكى عن مسحة خاصة جدا قالوا اما انتم فلكم مين يتكلم عن مين يتكلم عن المؤمنين هذه المسحة ما تيجي لغير المؤمن فقط للمؤمن واما انتم فلكم مسحة من القدوس مش مسحة القدوس تبع على كلامي بعض الاوقات يجيني واحد يقل لي يسوع كان يخرج الشياطين بكلمة صحيح صحيح حبيبي وممكن تكون انت مؤمن واصل من بقوة المسحة انك تكون بنفس الطريقة وتعمل ايات عظيمة لكن انتبه على الكلام لانه مهام واما انتم فلكم مسحة من القدوس مش مسحة القدوس مسحة القدوس فول مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء ينزل في عدد سبعة وعشرين واحد يوحنة افتكرة اثنية سبعة وعشرين قل واما انتم فالمسحة الذي اختموها منه شبه اي كلمات هامة ثابتة فيكم بمعنى اخر مهما حصل مش رح تخسر مسحتك يعني لا تسمح للشيطان يجي اقول لك لانك انت خاطي لانك انت سقطت في هذه الخطيئة فالرب يعاقبك قلل من مستوى المسحة في حياتك او شال المسحة او وقف المسحة او عمل فيش بالمسحة بحياتك لا حبيبي يقول الكتاب المقدس المسحة فالمسحة التي اختموها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم الى ان يعلمكم احد ما تحتاج الى انه يجي شخص يعطيك تعليم في اي موضوع اخر بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كاذبا كما علمتكم تثبتونا فيه طبعا روح القدس يعلمك ان تثبت المسحة للروح القدس فيا فيا شئ مختلف المسحة اللي في الروح القدس مش رح تعطيك فقط ايات الروح القدس يعطيك ايات يعلمك يخليك تثبت فيه اما المسحة رح تعلمك او تعطيك القوة او تعطيك الاعلان أو تعطيك المفاهيم الصحيحة وأنت بتمارس سلطانك اللي أخدته عن طريق الروح القدس لما الرب مسحك يبدأ فتح قدامك طاقة جديدة من التعليم الكتاب المقدس موضوع بين إيدك تقدر تقراره في أي وقت والروح القدس يقدر يذكرك بكل الآيات اللي أنت قريتها ما في مشكلة هذا عمل الروح القدس شو تعمل المسحة المسحة تاخذك بزورك وتدخلك إلى عمق آخر جديد مش موجود كثير منه بالتفاصيل بالكتاب المقدس فتقف قدام مثلا موضوع شفاء موضوع مراض الروح القدس المسحة اللي فيك تحكي لك أنه سبب هذا المرض مثلا خطيئة أو سبب هذا المرض مثلا سحر أو سبب هذا المرض مشكلة عدم غفران هذا مش راح تلاقيه في الكلمات المسحة تحكي لك عنه الروح القدس يقل لك أي نعم فيه بالكتاب المقدس مكتوب عن الغفران مكتوب عن السحر ومكتوب عن هذه الأشياء المسحة هي التفاصيل الدقيقة للأمور اللي أنت بتشتاز فيها مثلا تقف قدام أرواح شريرة الكتاب المقدس أعطانا أسماء قليلة أعطانا مثلا اسم زهرة بنت الصبح أعطانا الحياة القديمة أعطانا أسماء لأشخاص مثل إيزابل أعطانا هذه الأسماء هذه موجودة تجي للمسحة تجي للمسحة اللي عندك تهاجم هذه الأرواح تهاجم اللي موجود بالداخل مش الأرواح هي اللي بتهاجم المسحة اللي بتهاجم المسحة النارية اللي موجودة على جسدك النار اللي فيك قوة اسم يسوع القوة الممسوحة اللي فيك كلماتك الممسوحة لما تطلع من عندك بتهاجم هذا السبب لما أنا بقول تسبيح ممسوح لازم يهاجم الموجودين لما أنا بقول خادم ممسوح يبقى الخادم لما يوقف على المنبر يحصل رعش للأرواح الشريرة الموجودة بالخدمة وتظهر الأرواح أمامك لما بقول هذه صلاة ممسوحة يبقى لازم يحصل فيها إخراج شياطي لما بقول هذا خادم عنده موهبة مسحة شفاء يبقى لازم يحصل شفاء أم ليه لأن المسحة هذه سكرت هذه المسحة خاصة هذه المسحة ما تعطى بسهولة هذه المسحة تعطى بقوة تعطى بإعلانات قوية جدا لحياتك لازم تفرق 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 كثير بهذا التعليم فالمسحة لازم تكون واضحة وانت جالس في اجتماع روحي يتلامس روح الرب معك يمسحك من دون أن تدر وبعض الأوقات تعرف الروح القدس يمسحك ويقيمك ويرتب لك حياتك وانت مش موع مش عارف امتى تعرف امتى تعرف انت شخص ممسوح امتى تعرف انه في كهرباء في بيتك لما تولع النور لبساطة جدا امتى تعرف انك انت ممتلئ بالروح القدس امتى تعرف لما تتكلم بمواهب الروح القدس لما تظهر عليك الألسنة طب امتى تعرف انت ممسوح لما الروح القدس يبتدي يستخدمك بقوة غير عادية فيحصل انبهار ويحصل تحرير ويحصل آيات ومعجزات ويحصل إخراج شياطين ويحصل خضوع للأرواح الشريرة المسحة اللي فيك تهاجم الأشياء الغلط من حولك فتعمل في هذه الأشياء الغلط أمور تخلي هذه الأشياء الغلط تتنازل أو تستغنى عن المكان اللي هي فيه ميز روح القدس يقودك يعلمك يرشدك يأخذ من يسوع ويعطيك روح النبوة روح المسحة الأعلانات التي تستقبلها بالروح القدس مختلفة مختلفة المسحة مختلفة المسحة تعطيك التدقيق الأكثر إضاح في حياتك لذلك لما يجي أنا وأحاول أنه بإسم يسوع أصلي مع آخرين لأجل قرد الأرواح الشريرة أنا ما بعتمد على كل ما يقوله هذا الشخص لا أنا بعتمد بالدرجة الأولى على المسحة بعتمد على المسحة التي تشتغل مع تمييز الأرواح والتي تشتغل مع روح النبوة كنت بصلي يوم أمس مع أحد الأخوات وما كنا مكان طبعا ما يعطيك الشخص بعض الأوقات كل المعلومات ما يعطيك طب كيف رح تعرف كيف رح تقدر تعمل اختراقها روحية كيف رح تدخل إلى الأماكن اللي العدو محصن فيها ورح تكسر الحصون وأنا بنصلي مباشرة تمييز الأرواح أظهر لي موضوع معين هون تشتغل المسحة كيف تشتغل المسحة لما أنت شخص ممسوح وعندك روح تمييز وعندك روح النبوة وانت متأكد تبع على كلامي متأكد من أنه الصوت اللي أنت بتسمعه والرؤية اللي يعطيها إليك الرب الروح هي حقيقة رح تتكلم لما تتكلم تحصل الآيات والمعرضات تحصل المسحة تشتغل المسحة فلما أنا أخذت أنا مش مش وجه لوجه أنا قاعد في بيتي والأخت قاعدة بكاء بدولة أخرى بس الروح القدس حكا لي أنه في هذا المكان في هذا البيت في هذا الموضوع في هاي الصورة في هذا التمثال في هذا الموقف هذا الموقف موجود في هذا البيت بسببه في أرواح شريرة مباشرة بدون ما أشوف أعلنت هذا الإعلان اللي حصل المباشرة الشخص لما استقبل مني هذا الإعلان تفتح عيونه تفتحت كيف عرفت مين اللي حكالك مين اللي نبهك مين اللي مباشرة بدأ لما تطيع المسحة اللي جواتك تبدي المسحة تهاجم كل الحصون اللي متحصن فيها إبليس فظهرت أعمال السحر ظهر الأرواح الشريرة ظهر كل شيء ظهر لمجرد كلمات هذا السبب لما يكون صوتك ممسوح يعمل مضايقة للعدو كثير من الناس اللي يسمعوني اليوم واللي رح يسمعوني البرنامج فيما بعد رح يكتبوا لي وشوفوا يدخلوا على اليوتيوب وأقروا شو تعليقات الناس يقول لي أنت بتحكي وأحنا بنرجع أنت بتحكي وأنا في شي بيتحرك ببطني أنت بتحكي وفي موضوع بيحصل معي وفي رجفان وفي رعشة وفي ضيق بالنفس وفي ليه أنا بحكي أنا ما بعمل شي أنا بحكي أنا بحكي مجرد بحكي اللي بيحصل المسحة بتهاجم الرواح الشريرة بتهاجم الأمراض بتهاجم التعليم الغلط بتهاجم الأجواء الروحية بتهاجم الأمور اللي بتحصل فبنخلال المسحة وروح الأعلان أنت تقدر تعرف الأجواء اللي بتحصل معك في أمر أو في آخر طيب هام جدا حصل شيء من يومين او من ثلاثة ايام انا فرحت مبارح اني شفت احد الاشخاص كاتب بوست وكاتب فيه 16 نقطة وافتكرت انه هذا الرجل يعني مسك رأس الحية كان البوست بيتكلم عن الممياء اللي كانت في مصر اللي اخرجوها المصريين من مكان ودقلوها من مكان اخر وعملوا احتفال لازيز وعملوا احتفال لرعامون وعملوا تكريم ورقص ولبسوا لبس فرعوني فطبعا بالروح انا يعني استلمت اعلان استلمت اعلان وانا احب مصر واحب اخواتي المصريين جدا ومن شفت هذا الرجل الكاتب 16 شيء بيدبه وبيقول انه هذا الموضوع يعني فيه هيك شيء مباشرة انفعلت قلت وجدت ضالتي وجدت شخص اخر ممسوح استلم من نفس الاعلان من نفس المنبع خليني اعلق تعليق اعلق التعليق بسيط وقلت انه فرعون اللي انتو عملتوه هذه الايام في مصر انتو بتفتحوا روح العبودية على مصر انتو بتجيبوا روح فرعون وروح ازيز اللي هي روح ايزابل فانتبهوا يا اخواننا المصريين لانه الاستقبال اللي انتو استقبلتوا فيه الممياء الفرعونية والانتو عملتوه انا اخذت فيه اعلان بالروح من اربعة ايام ويقول انه فرعون هو كان الالهة التي تعبد للمصريين فانتبه لانك انت بهذا الاحتفال جلبت على نفسك ارواح فرعون وجلبت على نفسك روح ازيز اللي هي روح ايزابل وانتو يعني كشعب يسوع يبعدكم وغطيكم بدم الرب يسوع راح تعانوا من روح عبودية من جديد انتو فتحتوا باب لروح العبودية مش تاريخ مش حضارة اتفاجأت انه بعض الاخوة بيقولولي انت ليه جاي تتأمل هذا مش مكان تأمل هذا مش مكان تعليم هذا لو انت تحب تتأمل راح تأمل بالكنيسة فانزعجت في روحي وحاولت اعمل اغلاق انا علقته لكنه ما قدرت بصراحة لكن لكن هذا هو عمل المسحة المسحة مع الروح القدس تخبرك بامور اتية المسحة مع الروح القدس تقول لك انه انفتح طاقة طاقة سلبية انفتح باب في الاجواء الروحية في مصر هذا الباب راح تدخل من عنده روح فرعون روح فرعون روح قساوة روح فرعون ضد عمل الراب روح فرعون هي ترفض عمل الراب روح فرعون حتى تنكسر احتاجت الى عشر ضربات روح فرعون وروح ايزيز بنتفتح ابواب القساوة والعبودية والنجاسة والزنا مصر تشتهر باعمال السحر فانفتح ثلاثة ابواب الان هذه الابواب ان نوقفة الكنيسة بمصر وغلقت هذه الابواب بالصوم والصلاة راح تكون النتيجة صعبة جدا يا اخواني المصريين انا اقول هذا الكلام وانا احبكم جدا 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 لكن في عالم الروح مش موضوع خيال اللي سمعني يقول لي انت كثير راحت بعيد يعني شو يعني نقلوا ثلاثة وثلاثين قطعة فرعونية ممياء وعملوا الاحتفال مثلا هذا الاحتفال هو يعتبر احتفال عبادة هذا الاحتفال يعتبر احتفال تكريز انتوا لبستوا لبس فرعوني انتوا طلعتوا بالشوارع انتوا اديتوا شغلتوا كل الناس انتوا فتحتوا طاقة على مصر هي في غنى عنا الان في المشاكل اللي بتحصل معاها زي ما حصل في العراق حصل في العراق نبوخة نصر بدت الحكومة قبل 2003 طلعنا نبوخة نصر كل شوي نبوخة نصر كانت النتيجة انه روح نبوخة نصر دخلت وتشرد الناس وتبهدل البلد فانتبه هذه الرواحة اللي احكي عنها تعرفها من خلال تمييز الارواح من خلال المسح اللي على حياتك من خلال روح النبوة اذا ما وقفت وغلقت هذا الموضوع وغلقت كل الاشياء اللي كان يعمل لفرعون من عبودية من استعباد من شغل 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 والناس تشغل وما في فائدة نستعمل تحت مذلة نستعمل تحت غربات صعب انك انت اليوم تعيش تحت هذا المستوى لازم تعيش بطريقة اخرى فتحوا ابواب جديدة للعنة يسوع يسترم طيب خلونا بدرسنا اول شخص كان او اول اعلان نبهوي للمسحة اتى في مكانين اتى بالعهد القديم واتى بالعهد الجديد هذا شوي تعليم حتى نطغي او نعطي صبغة تعليمية على الدرس اشعياء واحد وستين واحد انتبه شو حكى الرب يسوع بهذا الاعلان بالروح القدس قال الرب يسوع روح السيد الرب روح السيد الرب روح ادوناي روح السيد الرب علي انتبه على الكلام روح مين روح السيد الرب روح ادوناي روح يهوي علي لان الرب مسحني اول نقطة ما في انسان يقدر يمسحك بالمسحة ولا يقدر يمسحك يستدعي الروح القدس حتى يملاك هذا عمل الرب هذا عمل الرب لان الرب مسحني انتبه المسحة اللي خلاها الرب بشكل واضح على خدمة الرب يسوع اول شيء لابشر المساكين يبقى لما انا على قلبي خدمة التبشير انا احتاج مسحة اسمه مسحة التبشير المسحة هي قوة اظهار عمل الروح القدس في حياتي يبقى انا احتاج قوة للروح القدس وملء للروح القدس واظهار للروح القدس بحياتي حتى اقدر ابشر مش كل من فتح الكتاب قالك انا مبشر وشفنا الناس اللي قالونا انه ادم مش اول واحد وشفنا الناس اللي حكونا عن الارض الدائرية والمسطحة شفنا المبشر لازم يكون ممسوح بالروح القدس لابشر المساكين اسمع المسحة ارسلني لأعصب منكسري القلب مسحة الشفاء الداخلي المسحة اللي تخلي الانسان اللي بيعاني من امراض عقلية من مشاكل منكسر للقلب من امور هذه تحتاج لمسحة لانادي للمسبيين بالعتق مين هما المسبيين ومين هما المأسورين بالاطلاق واحد انسبة انسبة يعني اخذ من عنده اشياء غزبا عنه اخذت من على حياته امور مش سرقة السرقة انت مش موجود او انت نايم المسبي يعني عيني عينك اسبيك للمسبيين بالعتق حتى اعتق شخص مسبي حتى اعتق شخص واقع تحت ارواح خوف واقع تحت ظلم واقع تحت حزن واقع تحت توحد واقع تحت صرع واقع تحت كآبة انا احتاج مسحة هذه المسحة رباعية مسحة رباعية مسحة للتبشير مسحة لشفاء داخلي مسحة لاطلاق مأسورين ومسحة للمسبيين ومسحة لاطلاق مسحة اطلاق المأسورين وهذا هو برنامجنا هذا هو برنامجنا مسحة لاطلاق المأسورين والمأسورين بالاطلاق يجيني شخص يقول انه موهبة اخراج الشياطين هي للكل نعم من جهة المسحة العامة تقدر كنيسة يصل لون بشكل مستمر يحصل إطلاق يحصل كسر للقيد وبعدين يجب أن يصبح المتابعة لكن ممكن واحد من هذه الكنيسة الرب يمسحه مسحة يسميها مسحة إطلاق المأسورين هذه مسحة خاصة هذه مسحة مركزة هذه مسحة تعمل بقوة هذا السبب لازم نفرق تشوف الرب يسوع كرر هذا الشاهد في لوقة أربعة 18 أوضح أكثر ما معنى كلمة المأسورين بالإطلاق قال لوقة أربعة 18 الروح الرب علي لأنه مسحني هذه المسحة مسحني يعني أعطاني قوة لأبشر المساكين أرسلني الآن لشفاء المكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق والعمي بالبصر للشفاء وأرسل المسحقين في الحرية كل واحد نزل عليه صخرة سحق له حياته هدول الناس يحتاجوا لمسة من عنده الرب يحتاجوا مسحة حتى تنهض هذا الشخص الرب يسوع نفسه أعلن يعني أكثر من الرب يسوع أعلن هذا الإعلان الرب يسوع أعلن أنه قد مسح أنه قد مسح من الراب من ألهيم من أدناي قد مسح لأجل الشفاء الجسدي والنفسي والتحرير وأطلاق المأسورين وغيرها من الأمور اللي يفعل شخص الروح القدس من خلال المسحة تذلك المسحة لا تحد فقط بالتعليم المسحة رباعية مسحة رباعية أرسلني وخلي الأشياء الأربعة من أشعياء واحة ستين كتعليم أمامك الآن وخلي يوحن الأولى اثنين عشرين تعليم أمامك الآن وأفهم أنه أنا مش فقط ممسوح لأعلم مش فقط الجانب النظري مش فقط أقل لك يلا روح انتلقت بالروح القدس وقبلت يسوع انتلقت بالروح القدس لا لازم في جانب آخر اسمه جانب المسحة العملية لأجل الشفاء الجسدي الشفاء النفسي التحرير إطلاق المأسورين وكل هذه الأشياء تابعة للمسحة أيضا المسحة حكى عننا الرب يسوع في الأماكن كثيرة مش عارف حدا بيتصر فيه أوكي مثلا في لوق 12 49 هذه الآية كثير الناس قالوا شو تفسيرها شو يعني لوق 12 49 قل جئت لألقي نار على الأرض فماذا أريد لو اضطرمت شو يعني شو نار على الأرض شو نار اللي يلقي الرض على الأرض بده يحرق من الرض هذه هذه علامات لمسحة نارية هذه علامات المسحة ما أخذ شاهد آخر مرقص 949 يقول لأن كل واحد يملح بنار يعني شو تملح بنار ممكن حد يكتب الشاهد مرقص 949 شو يعني كل واحد يملح بنار شو معنى هذا الشاهد وشو يقصد انه كل واحد يملح بنار شو يقصد الرب من هذه الشاهد شو يملح بنار أنا بفهم انه يملح بملح شو يملح بنار وكل ذبيحة تملح بملح يعني شو كل ذبيحة تملح بملح يعني خلي ببالك هذه هذه آية هامة شو يعني كل كل واحد يملح بنار يعني كأنك ين در ايهم نiarها não ألع guitars افوهد دمصحه ماذا النعار التي اتبالها بالتزبيح هذه الملح ايهم او دبيحه التزبيح اا هذه المسحه هامة جدا هذه الاشياء اللذي انا werden مر ايه لانه ماية reacts هى نيخذ تعليم او نتطرق جدا يا رو يمل Large B klims اضح terrorist ايه أطيب حقوق عن المسحة فيه خمس حقائق او ست حقائق مهمة عن المسحة اول حقيقة الرب هو الذي يمسح المؤمنين بمسحة الروح القدس نحن لا نقدر ان نمسح انفسنا وبالتالي هذا عمل الروح القدس هو عمل الرب كليا فلا كل شوية تخابرني وتقول لي امسحني امسحني امطيني موهبة انا لا اقدر انطيك موهبة ولا اقدر امسحك اللي يقدر يمسحك وينطيك الموهبة هو الروح القدس نقطة ثانية المسحة تبقى الى الابد مع المؤمن طب لو المؤمن فتار طب لو المؤمن زنى طب لو المؤمن دخل في مشكلة هل المسحة تفارق الجواب لا تفارق لا تفارق المسحة ثابتة المسحة التي فيكم ثابتة المسحة لا تتركك ابت اولئك الذين يحصلون عليها طيب الغرض من المسحة بحسب رسالة يوحنة هو تعليمنا انا حكيت هذا الغرض تعليمنا في مجالات اعمق اعمق من فقط انك تأخذ ايا يعطيك اسماء يعطيك اشياء يعطيك تفاصيل انت اه 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 لا لا تخالف كلمة الرب بنفس الوقت ستعرف أكثر من الأشخاص اللي حولك وهذا هو سر خدمة إخراج الشياطين خدمة إخراج الشياطين الكتاب حكى من العهد الجديد أو 30 إلى 40% من العهد الجديد حكى عن إخراج الشياطين وحكى عن الشفاء وحكى عن الكرازة وحكى عن الصليب وحكى 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 لكن كخدمة أعطانا الرب رؤوس أقلام وأعطانا الرب المسحة أنه نفهم كيف نتعامل مع الأرواح الشياطين مثلا راح تلاقي روح للاث تطلع عنا وحده مثلا من وين جبت روح للاث من وين جبتها؟ من وين جبتها؟ روح للاث هذا اسم صحيح كاسم لفظي باللغة العربية ما موجود بالكتاب المقدس بالعبري موجود في أشعياء 34-14-15 لكن من خلال المسحة لما تيجي توقف قدام هذا الروح يقول لك أنا اسمي للاث أنا اسمي فلان راح تقول له لا الكشياطين تكذب يبقى أنت هذا موسلك أنت لا أنت اسمك غير شيء وكاد خداعني باسمك لا المسحة تجبره المسحة تجبر الأرواح الشريرة على أن تنطق بأسماءه المسحة تجبر أرواح المرض على أنه تنطق بأسماءه المسحة تجبر الأمور من حولك أنه هي تخضع إلك بقوة باسم يسوع المسحة اللي على حياتك هذه المسحة تشتغل بطريقة مباشرة حتى تعمل آيات ومعجزات في حياتك هذا هام لكن شوية يطلع لي واحد يقول لي من وين؟ لم تحكي مع الشياطين؟ أحكي مع الشياطين؟ أنا أحكي بأمر هل الرب يسوع حكى مع الشياطين؟ نعم لوقة أربعة أربعين يوم شو كان يعمل الرب يسوع بالبرية؟ كان يجرب من إبليس وكان صامت خلي إيده على ثمه كل ما يجي الشيطان أحكي معه لا لا أنت كذاب خليني ما أحكي معك لا لازم أنت تعمل بهاي الطريقة لا كل واحد يقسم الروح القدس إله طيب نقطة أربعة فاهيم عن المسحة يساعدنا في فهم كلمة الله مسحة الروح القدس لما تمسح المؤمن تعطيه تمييز الأرواح تعطيه فهم لكلمة الرب تعطيه تحقيق وعود الرب بحياته يكون مهلم ممسوح بطريقة لما الناس حكت عن يسوع قالت الكلام اللي يحكي الرب يسوع مختلف لأنه فيه قوة وسلطان ومسحة وفيه آيات طبعا كثيرة يوحنى 14 26 لما حكي عن الروح القدس حكينا أنه المسحة هي جزء من الروح القدس طيب المسحة السرية أو المسحة الخاصة أو السكرت شوفوا في حالة الرب يسوع الروح القدس ممكن يمسح أشخاص بخدمة معينة بعبارة أخرى يمنح قدرات معينة لأداء عمل الله بطريقة فريدة مين حتى يتمجد بالمسحة هل المؤمن أم الرب الرب يبقى الرب لما يعطيك مسحة أنت تقوم أو يمنحك مسحة أو قفت يعطيك حتى تقوم أو يعطيك قدرة معينة حتى تقوم أنت بعمل الله بطريقة الله وهي الطريقة ممكن أن نتحدد بشكل صحيح عن ذاك الشخص أنه مسح كيف تعرف هذا الشخص ممسوح؟ كيف تحدد هذا الشخص ممسوح؟ هل لي أنه حكى بألسنة؟ لا هل لي أنه علم؟ لا ما فيه معلمين كثار كيف تعرف أنه هذا الإنسان ممسوح؟ أعمال الرسل عشرة ثمانية وثلاثين أعمال عشرة ثمانية وثلاثين لما حكوا عن يسوع يسوع الذي من الناصرة اسمعني كيف مش ملاءه الروح القدس كيف مسحه الله بشو مسحه؟ بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيراً ويشفي شوف المسحة علامات المسحة علامات أنك تقول هذا ممسوح هاي آية من أعمال عشرة ثمانية وثلاثين يسوع الذي من الناصرة شو عمل معه؟ كيف مسحه؟ الله بشو مسحه؟ بالروح القدس والقوة شغلتين مسحه بالإعلان مسحه بالحالة النظرية مسحه بالكلمة ومسحه بالحالة العملية اللي هي القوة طب ورع بعد ما مسحه ماذا صنع؟ راح جلس ببيته؟ لا الذي جاله يصنع خيراً ويشفي ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه كنيسة ممسوحة ما اطلع شياطين اعذرني كنيسة ممسوحة ما تمارس مواهب الشفاء؟ سامحني كنيسة ممسوحة لكن هذه الكنيسة ما في أظهارات لقوة الروح القدس؟ سامحوني الكنيسة الناشفة الأرض الناشفة ما فيها كل انتقادات عمل بالجسد؟ سامحني كل هذه الأشياء لا يأتي وسط يسوع لأن يسوع لما يجي المكان يقول عن هذا المكان أنا بدي أمسحه بالروح القدس والقوة بدي أصنع خير في هذا المكان و بدي أشفي جميع المتسلط عليهم إبليس و بدي أشفي جميع المرضى و بدي أصنع قوات لأنه الممسوح رجل الله معه الرجل الممسوح رجل الله معه هي هامة جدا الله معه إذن مسحة الروح القدس في حياة المؤمن تشير هي تدبير آخر غير الامتلاء غير المواهب يمنح الله حتى يتمكن من خدمته بشكل أفضل طيب تعالوا شوية نركز على خدمتنا خصوصا مع الناس اللي يحكون أنه وقت الروح القدس انتهى وقت إخراج الشياطين انتهى ووقت مش عارف شو انتهى شو اللي بقى مش عارف شو اللي بقى أفاسوس ستة هام جدا أفاسوس ستة يتكلم عن مصارعة روحية مصارعة روحية بين مين؟ بين المؤمن الممسوح بالروح القدس وبين الأرواح الشغيرة اسمعوني زين الناس اللي تقول بعد ما طلع المسيح توقف نشاط عمل إخراج الشياطين وعمل الشفاء وبقى بس عمل الكرازة ليش كتبنا بولوس في أفاسوس ستة عن الحرب الروحية في عدد اتناعش أفاسوس ستة اتناعش شو بتقول؟ بتقول هذه الكلمات فإن مصارعتنا أنا حكيت المسحة هي جانب العملي هي جانب المصارعة هي جانب القتال مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات ليه بيقول الكتاب المقدس في أفاسوس ستة عندك مصارعة عليك أن تلبس أو ترتدي سلاح الله الكامل وبعدين بيقول لك مصارعتك مش بالجسد مصارعتك بالروح بالمسحة اللي انت فيها هذه المصارعة الروحية اللي انت فيها مختلفة مختلفة لازم تكون مصارعتك مختلفة ليه لأنه بالروح ما ممكن تدخل في خدمة الشفاء ومواجهات وتواجه مرض وتواجه أرواح شريرة وأنت غير ممسوح بقوة الروح القدس لازم تكون المصحة مختلفة على حياتك لازم تكون المصحة بطريقة قوية جدا خلوني أخذ مقاطع بس وفهمك بالضبط شو المطلوب من عندك تعمله بالمسحة لوقا أربعة واحد لوقا أربعة واحد راح تفرق لك راح تفرق لك ما بين قيادة الروح القدس لحياتك من خلال الإعلان اللي يخليه الرب جوادك من خلال الكلمة وبين المسحة اللي يقوة تحقيق الكلمة في حياتك أو المصارعة يقول في لوقا أربعة واحد أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس ممتلئا من شو؟ من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية من اللي أخذ يسوع للبرية؟ الروح القدس إذن بداية بداية المسحة هي الامتلاء بالروح القدس والخضوع تحت قيادة الروح القدس كم يوم بقى بالبرية الرب يسوع؟ مكتوب أربعين يوما أربعين يوما هل بالأربعين يوما كان يشفي؟ لا، كان يعلم؟ لا، كان شو كان يعمل بالأربعين يوما؟ كان يجرب من إبليس طيب اسمعني شوية لما الشخص تاخده أربعين يوم للبرية وتخليه أربعين يوم يجرب من إبليس انت جد تسويه؟ شنو الفكرة اللي عندك؟ الروح القدس لما أخذ يسوع أربعين يوم للبرية شنو كان بخطط الروح القدس في هاي الأربعين يوم بحياة الرب يسوع؟ لما يخلي قدامه شيطان أربعين يوما أربعين يوما يجرب هذا تدريب روحي لإخراج شراطين هذا تدريب روحي لإستقبال المسحة هذا تدريب روحي لهزم ممالك العدو في يوم فكرت هاي الأربعين يوم لماذا فقط قال الكتاب يجرب من إبليس؟ لماذا قال كان يدربوا على الشفاء كان يدربوا على موضوع الصلاة كان يدربوا على موضوع الفلاني يقول أربعين يوما في البرية كان صائم كان في مواجهات وجه لوجه مع إبليس لماذا كان يعمل هايك الروح القدس؟ لماذا كان يخليه في مواجهات من هذا النوع الرب يسوع مع الأرواح الشرير أربعين يوما يجرب من إبليس انتبه على كلامي جميع المواجهات في البرية الأربعين يوم حسم الرب يسوع من خلال الامتلاء بالروح القدس جميع المواجهات في البرية جميع الهجمات جميع الاختبارات اللي أتى فيها إبليس حول الحجارة أخذوا الجناح الهيكل اسجد لي أعمل كيف واجه الرب يسوع هجمها تبليس بالروح القدس بالامتلاء من الروح القدس إذن المواجهات اللي انت فيها بتواجهها من خلال الامتلاء بالروح القدس بالصوم والصلاة بالخلوة الشخصية مع الرب في مسحة القوة اللي انت تاخذها بالمسحة السرية اللي انت تقعدها في خلوتك مع الرب انت تحسم مواجهاتك مع العدو طيب المسحة عدد 14 مرقص 1.14 قل ورجع يسوع ورجع يسوع مش ممتلئا من الروح القدس ورجع يسوع بقوة الروح هاي المسحة بقوة الروح الى الجليل هو رجع للجليل اول ما نزل وقل وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة لسا تراجع لسا تراجع خرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة وكان يعلم في مجمعهم ممجدا من جميع الناس وجاء الى النصر حيث كان قد تربى ودخل المجمع اول حركة تبع على كلامي بعد ما اخذ تدريب 40 يوم في البرية شو عمل دخل الى مكان اسمه الجليل الناس سمعت فيه مرح على البيوت مرح في الشوارع دخل الى يعلم في مجامعهم ممجد من الله وجاء الى الناصر حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عدد يوم السبت وقام ليقرأ عدد 17 فدفع عليه سفر اشعياء حكم السفر اشعياء عدد 18 قال هذه الكلمات القرأناها روح السيد الرب عليها لان الرب مسحني وا 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 وتكلم بكل هذه التفاصيل شو حصل مباشرة بعدها ناخذ بمرقص 1-22 الى 33 شوف شو حكا انا جبت المرقص لانه يشرحها افضل وثم دخل كفر نحوم وللوقت دخل المجمع في السبت وصار يعلم والفبهته من تعليمه لانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس الكتب اخذ مسحة للتعليم هذا 1-2 وكان طبع على كلامي عدد 23 مرقص 1-23 وكان في مجمعهم رجل به روح نجسة فصرخ لا وصل جنبه ولا كلمه ولا مسحه بزيت ولا نفخ عليه شو اللي حصل المسحة وظيفته تهاجم الارواح الشريرة الروح القدس وظيفته انه يعطيك الغلبة في البرية في المواجهات اللي الارواح الشريرة تهاجمك فيها المسحة تهاجم فلما دخل المجمع اول شي حصل انه الروح القدس المسحة اللي كانت عليه مباشرة هجمت مباشرة شافت شخص وسط المجمع فيه روح نجس يقول فصرخة اسأل سؤال ليه صرخة هو مين اللي بيصرخ واحد تيجي تنربه كاف او تدوس عليه او تكسر له عدم هذا اللي يصرخ هذا اللي يصرخ الروح القدس لما اطلق المسحة اللي على جسد يسوع في المجمع الروح الموجود بداخل هذا الانسان بدأ بالصراخ ليه لانه فيه نار قوية صدمت بهذا الروح اسمه نار المسحة تدخل فيه مكان وانت ممسوح فيه خيارين لو الناس تطلع اللي فيه اروح شريرة لو الناس تصرخ وتتحرر المسحة اللي فيك تتكلم مش انت المسحة اللي جواتك عدد 24 بدأ الروح يتكلم قال اه اول كلمة قائلا اه ما لنا ولك ما لنا مجموعة مش واحد يا يسوع الناصري اتيت لتهلكنا ليه بيقول له اتيت لتهلكنا ليه قال له اتيت لتهلكنا عارف واحد تدخل عليه ويأخذ منك ضربة ضربتين ثلاثة تقول له انت جاء تقتلني انت جاء يتموتني هذا اللي هاله الروح مش انا اتيت لتهلكنا في المسحة هدفة قوة شياطين تعرف المرض يعرف بالتعليم بكل مكان تأتي هذه المسحة لهدف انه تقتل انه تتعب انه تضعف الارواح الشريرة انه تنهك هذا الروح اتيت لتهلكنا انا اعرفك من انت قدوس الله فانتهره يسوع قال اخرس واخرج منه العلامة فصرعه الروح النجسة وصاحة بصوت عظيم وخرج منه شو يعني وصاحة بصوت العظيم ليه الصرخ من اللي بيصرخ من اللي بيصرخ بصوت عظيم عارف لما تكوف كلب صغير وياخذ ضربة يمشي يجري يجري وهو يصرخ ليه لانه اكل ضربة من الروح القد اكل ضربة من المسحة فالناس تحيرت على 27 فتحير كلهم حتى سأل بعضهم بعض ما هذا ما هو هذا التعليم الجديد لانه تعريف المسحة السلطان بسلطان يأمر هذه الارواح النجسة فتطيعه المسحة اللي كانت على جسد يسوع هاجمت الارواح الشريرة والمسحة اللي موجودة على جسدك وظيفتها تهاجم الارواح الشريرة شو حصل بعد ما خرج الروح الشريرة من هذا الانسان عدد 29 قل ولما خرج من المجمع شوف الخطوة اللي بعدها جاء الى بيت سمعان واندراوس مع يعقوب ويوحنى طيب طلع من المجمع خرج شياطين هاي مسحة اخراج شياطين هل توقف الموضوع عند هذا الموضوع لا في موضوع اخر شو الموضوع الاخر يقول عدد 30 كانت حمات سمعان متجعة محمومة فللوقت اخبروا عنها شو عمل شو عمل عدد 31 فتقدم واقامها ماسكا بيديها فتركتها الحم حالا وصارت تخدمها شو عمل الراب المسحة اللي على جسده مش فقط هي مسحة تهاجم الشياطين لكن هي تهاجم الامراض ايضا لما مسك بيد حمات بطرس شو حصل مسك بيدها المسحة انتقلت المسحة تحركت المسحة هادي المرة مش ضد شياطين هالمسحة كانت ضد الامراض لهذا السبب لما يجي مريض قال امسحوه بزيت خلي ايدك عليه وصلي عليه المسحة اللي عندك ايضا المسحة اللي موجودة بجسدك القوة السلطان اللي كورونا تخاف تمسك شخص يصل عندك مرض جلدي والكتاب يحكي لك تقدم واقام ها ماسكا بيديها فتركت الحم حالا تبه شو عمل رب يسوح اول خطوة دخل الى مجمعهم وحكى عن المسحة قال روح السيد الرب علي لان الرب مسحني وقلم هذا اللي انتو سمعت لهم صار هاجوا الناس بنفس المجمع بنفس المكان بعد ما حل الروح القدس على او عفوا بعد ما نزل رب يسوع من المكان طلع واحد في روح شريرة تعامل معاه طلع من المجمع وصل بيت بوتروس مريض تعامل معاها وشفاها شوف شوف التحرك للمسحة هذا التحرك للمسحة هل اكتفى الموضوع بانه بانه شفى حماد بوتروس بنفس الاصحاع عدد 32 مجمع بيت الان عام ولما صار المساء اذ غربت الشمس قدموا اليه جميع السقماء والمجانين اسمع هذه المسحة القوية قدموا اليه جميع السقماء والمجانين وكانت المدينة كلها مجتمع على الباب فشفى كثيرون كانوا مرضى بامراض مختلفة واخرج شياطين كثيرة ولم يدع الشياطين يتكلمون لانهم عرفوه قل لي انا ممسوح اقل لك هذه الايات اللي تقول انك انت ممسوح هذه الايات اللي تحكي اربع اركان للمسحة يعلم كمن له سلطان يشفي المرضى السقماء المجانين يخرج الشياطين يشفي كل مرض بالشعب يطلق المأسورين غير هذا الكلام ما تعتبر هذه المسحة مسحة خاصة تعتبر انت تحت المسحة العاملة خلوني اختم بهذه الاية من العهد القديم اشعياء عشرة سبعة وعشرين اشعياء عشرة سبعة وعشرين الكتاب يسمي المسحة بتسمية اخرى يسميها السمانة اي الذسامة اذا فيه الروح القدس اللي يملأني في الروح القدس اللي فيه طفية وهذا وظيفته يقاوم من خلال الكلمة اللي اخذ رب يسوع لما قاوم قاوم من خلال الكلمة فالروح القدس ياخذ مما لي ويعطيكم يقاوم هجمات ابليس يحميك من الهجمات اما المسحة فهي الحالة الهجومية للروح القدس على الارواح الشريرة وعلى المرض وعلى كل سقم وعلى كل ضعف طيب تعالوا نشوف اشعيا عشر سبعة وعشرين يعطينا اية هامة قل ويكون في ذلك اليوم ان حمله يزول عن كتفه كتفك ونيره عن عنقك ويتلف النير بسبب السمانة هذا الكلام مش واضح اشعيا عشر سبعة وعشرين قل ويكون في ذلك اليوم يزول الحمل عن الكتف واحد شايل على ظهره حمل ونيره عن عنقك واحد خلى حمل على ظهرك وخلى نير على عنقك نير يعني ربطك ويتلف النير النير اللي تخلى يتكسر بسبب السمانة بسبب دسامة المسحة هذا الكلام مين اللي اللي بيقولوا وعلى شو تقال خلوني اعطيك ثلاث آيات واختم بيا بنفس الاصحاح من عدد اطناعش لعدد اربعة عشر قل اشعياء عشر اطناعش لأربعة عشر قل فيكون متى اكمل السيد كل عمله بجبل صهيون وبأورشالين اني اعاقب ثمر عظمة قلب ملك آشور مين ملك آشور مين ملك آشور في اشعياء اربعة عشر لوسيفر لوسيفر شو بيعمل اروح شريرة تخلي حجر على ظهرك ثقل تخلي نير على رقبتك حتى تخليك عبد فالرب يقول في عدد اطناعش متى اكمل الرب كل عمله بجبل صهيون اني اعاقب ثمر عظمة قلب ملك آشور وفقر رفعة عينيه لانه قال شو عمل ملك آشور قال بقدرة يدي صنعت وبحكمتي لاني فهيم ونقلت تخوم شعوب نهبت ذخائر وحططت الملوك كبطل فاصابت يدي ثروة الشعوب كعشد وكما يجمع بيض مهجور جمعت انا كل الارض ولم يكن مرفرف جناح ولا فاتح فم ولا مصفصف هذه الآية امسكة ولم يكن شخص ممسوح شو المعمل شخص الممسوح يقول مرفرف جناح يعني شو مرفرف جناح يعني يرفع يده هذا معناه مرفرف جناح يرفع يده يتحرك يغير الاجواء يطلق عمل المسح بالمكان يطلق عمل الروح القدس يمسك المرضى يقود ما انشفت ولا واحد رافع يده ولا فاتح فم شو يعني فاتح فم يعني يتكلم بروح النبوة يتكلم بالاعلان يتكلم بسلطان ولا مصفصف مصفصف يعني واحد مجرد يتحرك حركة جسدية لا رافع ملقيت حتى هذا انا ملقيت شو كانت النتيجة فاصابت يدي ثروة شعوب كنيسة اللي ما في شخص مرفرف ما في شخص يرفع عيده ما في شخص يتهلل ما في شخص يفتح فمه الاجتماع كله ساكتين بكم كانك جالس في عزا ولا حركة لو تتحرك خليك دير بها لك تتحرك وين المسح وين حضور الرب وين قوة الحضور الالهي تلاقي هذا المكان نهب سلب ملك آشور خلى حمل وثقل شو اللي بيكسر هذا الحمل والثقل شو اللي بيكسر كيف يزيل الرب هذا الحمل والثقل هذا الآية اللي حكيناه ويكون في ذلك الرب ان حمله يزل عن كتفك ونيره عن عنقك ويتلف النير بسبب المسح المسح الخاص السمان الدهن الدهن اللي يسكب عليك الروح القدس هذه هامة هذه الدهن اللي انت بتحتاج هذا اليوم وانا احتاج هذا اليوم حتى روح الله يقتحم المكان اللي انت به يقتحم الكنيسة اللي ما فيها اقامة شفاءات تطهير بروس ما فيها مواهب الروح القدس ارض ناشفة رح تموت فيها روحيا انت رح تنشف روحيا انت رح تعيش في جو روحي مغلق على قلب الرب اليوم يطلعك ويمسحك ويستخدمك اربع اشياء لازم تخليك كرازة تعليم اخراج شياطين شفاء هذه هي المسح هذه هي قوة المسح هذا هو اعلانات المسح على حياتك خلونا نصلي انا خلصت كلام اشتركوا في القناة